خطباء وائمة مساجد تعز منفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام جامع الأشباط بحوظ الأشراف استنكارا لما تتعرض له مساجد المدينة من قصف وتدمير واستهداف من قبل ميليشيات الحوثي وعصابات صالح أن هؤلاء لا يحترمون شرائع الله عز وجل ولا حرمات الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فمن شعائر الله احترام بيوت العبادة ومنها المساجد بعدم التعرض لها بالقصف أو التدمير أو الإحراق كثيرة هي المساجد التي استهدفت وهجرها المصلون بعد التدمير ومنها ما استهدف والمصلون يملؤونها وهذا ما حدث للكثير منها بمختلف اتجاهات المدينة وحول بعضها إلى ما يشبه اللوكندا وكمكان للمقيل والنوم لمقاتلية الإنقلابيين ولم تستثنى المساجد التاريخية والأثرية أصول هذه الجماعة وأن أقدادهم السابقين لم يبقوا في اليمن لا معلما حضاريا ولا مسجدا قديما إلا واستهدفوه بالدمار فإما سابقون وخاصة الدولة القاسمية المتأخرة التي وصلنا وعاشها أقدادنا وعاشوا قز من تاريخها يعرفون أنهم قد دمروا كل المساجد التاريخية ولذلك ليس غريب أن تستهدف هذه المساجد التاريخية فهم يريدوا أن يمحوا من ذاكرة التعز الدور الحضاري لهذه المدينة فجرت بيوت الله في مختلف المحافظات حيث يصل عدد المساجد التي دمرتها أو عبثت بها هذه الجماعة التدميرية المأفونة إلى ما يزيد عن 750 مسجدا على مستوى الجمهورية منها 52 مسجدا بمحافظة تعز وحدها ما يزيد على ألف جامع فجر أو قصف على مستوى اليمن أما ما عبث فيها ونهبت محتوياتها فكثيرة جدا من قبل الميليشيات التي تدعي كذبا وزورا أنها تقود مسيرة قرآنية ثبت أنها ضد بيوت الله وقرآنه وخلقه وكل القيم والمبادئ التي أمر الله بها بل وخلق الإنسان من أجلها ترجمة نانسي قنقر